عندما تتعلق نفوس المؤمنين بأداء الشعائر بأداء العبادات يكون أول ما يهتمون به ويسألون عنه هو صلاتهم وهو أداء هذه الصلاة في الوقت الذي أراده الله تبارك وتعالى فضيلة شيخنا الشيخ صلاح الصاوي رئيس مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا كان لنا هذا اللقاء معه واستمعنا منه إلى هذه الخاطرة الطيبة يحضرني في مطلع هذا الحديث موقف معاذ بن جبل عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إليه فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فالصلوات أكد أركان الإسلام بعد الشهادتين ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ولا سهم في الإسلام لمن ترك الصلاة يحضرني أيضا موقف عمر شهيد المحراب عندما طعن في المسجد وكان على وشكي بعد أن قيمت له الصلاة ودخل فتقدم أبو نؤنوه المجوسي وطعن بالخنجر في مراق بطنه فتهاوى ذلك الجبل الأشم في محراب ثم أصبت غيبوبة فأول ما أفاق ماذا قال أصل الناس أصل الناس من حوله كانوا لا يعلمون هل قضي عليه أم لا هل مات أم لا فقال إن كان على قيل الحياة لا يزعجه شيء إلا الصلاة قوله الصلاة يا أمير المؤمنين كان على قيل الحياة سيجيبك فلما قلت الصلاة يا أمير المؤمنين قال أصل الناس أصل الناس فرضي الله عن الفاروق عمر الذي ترك لنا هذا البعد الجميل البعد الدعوي الجميل ومن قبله نصوص الوحيين قرآنا وسنة صحيحة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة من أقامها أقام الدين والدنيا ومن هدمها فقد هدم الدين والدنيا يا تاركا لصلاته إن الصلاة لتشتكي وتقول في دعواتها الله يلعن تاركي وفي الكلمات الخمس أمر الله بها أوحى الله بها لا يحيى بن زكريا أن يعملهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن كلمة ثانية بعد التوحيد وآمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه قبل عبده ما لم يلتفت فإذا صليتم فلا تلتفتوا التفات العبد في صلاته اختلاسة يخترسها الشيطان منه وقيل إذا أقام العبد إذا قام بين يدي ربه يقول الله لملائكته ارفعوا الحجوب فإذا التفت ببصره أو التفت بقلبه يقولهم أرخو الحجوب إن هذا الذي رفعت الحجوب بينه وبين ربه لم يحفظ هذه النعمة ولم يرعى لهذا المقام الكريم حقه فالتفت قلبه عن بارئه أو التفت بصره عن بارئه يممة أو يسر فيقال أرخو الحجوب فيا أحبتي في الله حيثما كنتم في مشرق أو في مغرب لا سيمة في أزمنتنا هذه تكاد تختزل جل أعمالنا الصالحة في الصلاة لأن آكد فريضة في زمن الإصلاف كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة والصلاة يسترح بها المؤمن في هجير هذه الحياة ومن عنائها أرحنا بها يا بلان جعلت قرة عيني في الصلاة والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون المنافقون إذا قاموا للصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا فالكسن عند القيام إلى الصلاة والكرهية عند النفقة من العلامات التي لا تخطئ على النفاق ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا ولا ينفقون إلا وهم كارهون أسأل الله جل جلاله أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان إنه ولي ذلك والقادر عليه وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه جزاك والله خيرا شيخنا وبارك في علمكم أسأل الله وصحبه ولكن وصحبه ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة